المشو هيا بقع عن منتخب مصر يا سؤالي الاول سؤال سهل جدا و بسيط جدا للكابتن عمر دسوقي مازه عن علاقتك بالتبعن في الوقت الحالي اه أعلاك زبطت ولا لسا فيها ازعل لا زبطت خلاص عشان مصر عشان مصر باش لطب قابل منتخب مصر هي اتزبطت العلاقة ولا اصلا فيش حاجة ما بينهم بين الكابتن حسين وكابتن حسين شفتزعلين لي اصلا من بعض ايه يعني الزعل كان جاي من ايه عسلتها شخصية محترمة جداً أنا عايف إن هم طيبين جداً هم طيبين جداً جداً بس هم مشكلتهم إن هم يعني ما بيحبوش حد ينتقدهم يعني انتقاد فني طبيعي وإحنا كمحللين شغلانتنا إن إحنا بتشوف حاجات فنية فبتتكلم فيها وده طبيعي طيب عشان بس أوضح للناس في قصة قديمة كده كابتن عام بلتسوي كان بيحلل مباريات المصري كابتن حسام إبراهيم على رأس الجهاز الفني المصري وكان في زعل بقى يعني من ناحية كابتن عام بلتسوي وبيحلل الأداء الفني للمصري فدي القصة القديمة أنا كده مباراة السوبر وكان حاجة يعني أنا بحس إن أنا راجل بورسعيدي وكابتن النادي المصري فكلمت بمصلحة النادي وكان يعني كان فيه من قلبي شوية فهم ما اتضايقوا من الأمر دوت ولكن طبعاً يعني كابتن حسام وكابتن إبراهيم ناس يعني كابات كابات متوعي وعلاقتي بيهم علاقة يعني مميزة جداً ده أكتر من الكابتن حسام جالي الفرح بتاعي وهو كابتن إبراهيم فما فيش أي مشكلة ما بينه ما بين الكابتن حسام بس طبعاً أنت الشغلانة بتاعتك بتحكم أن أنت لازم تبقى نقاط فنية بتتكلم فيها فيه بقى اللي بيتقبل دوت وفيه اللي ما بيتقبلش ده ولكن إحنا دعمنا بشكل كبير جداً ويمكن لما كابتن حسام وكابتن إبراهيم بيقدوا بشكل مميز بنقول وبنطلع بنقول لا ده النهاردة مميزين لما بيبقى فيه أي مشكلة فنية بنحاول أن احنا نترحى ونتكلم عليها وده ده شغلك يعني أنت مش تقدر هلتكلمتوا مع بعض في الفترة دي ولا ما تكلمتوش ولا مع بعضها والله حصل نقاش ما بينه وما بينه في الساحل مرة مين كابتن سامن؟ وما كانش فيه أي حاجة يعني خلي بالك مفيش حاجة يعني الأمور بسيطة جداً بس إحنا بنتكلم في إيه؟ أن إنت ساعات ممكن تتقبل ده في وقت معين وممكن عشان نرفزها أو أن إنت مثلاً خارج من بطولة أو كده فأنت مش عايز حدي يعني يتكلم يلقط عليك أكتر آه فيحصل بقى الحتة دي متفائل لكابتن حسام وكابتن إبراهيم إن شاء الله بإذن الله الكابتن حسام وكابتن إبراهيم إن شاء الله يعني كلنا وراهم وإحنا كمحللين للكورة وكل الناس وراهم أي حدي يمسك منتخب مصر الناس كلها مراه فإن شاء الله بإذن الله يحققوا اللي غيرهم محققوش وأنا عارف أنهم في الحتة ديت هيبقى الأمور يعني حتة الحماس والقوة والتعامل مع اللعيبة والالتزام في المعسكرات وكلام دوات لأ يعني كابتن حسام وكابتن إبراهيم مميزين جدا في النقطة ديت زائد أن أنت النهاردة تاريخ كبير لكابتن حسام يعني مهم جدا خلي بالك الكريم أن أنت لعيب منتخب مصر يبقى واقف قدامه يعني رمز فالنهاردة كابتن حسام طبعا بالقيمة الكبيرة جدا والتاريخ الكبير رمز الكرة المصرية في فترة من فترات وإحنا ممكن شفنا فترة اللي فاتت يعني في المعترق الأفريقي إزاي الناس بتتعامل مع كابتن حسام كشخصية كبيرة جدا أتمنى إن شاء الله يعني بإذن الله يبقى ليه متوفيق في الفترة القادمة وأنا أنتقدهم برضه مية في المية لا وإيه ده هومدلاك مسكين منتخب مصر نساندهم الأول وندعمهم جدا إن شاء الله ربنا يكرمنا وإن شاء الله ما يبقى شفيه مجال النقد بإذن الله مع hullam في السورة لها مغزة كبير جدا ومعنى كبير جدا لا لا هم معلم أيا وها ب mayonnaise Here един حالة الانبساط اللي فيها كبتن إبراهيم في السورة دي هلوى مرحوظة دي ألا مهمة جدا يعني فعلا كبتل حسام إبراهيم يعني سعوا في الموضوع كتير جدا وكان من حقهم المشروع أنه هم يمسكوا منتخب مصر كتاريخ في اللعبة والبطلات اللي حققواها مع منتخب مصر كبتل حسام وكبتل إبراهيم حققوا نتائج كبيرة مع المنتخب وحققوا واشتغلوا كتير جدا مع الأندية المصرية واشتغلوا مع منتخب الأردن فيعني الابتسامة الحلوة دي اللي شفناها من كبتل إبراهيم آقال باباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب كابتن حسام دايماً طول الوقت مراكز بس كابتن إبراهيم عايز يقول خلاص يعني إيه انت جيتنا خلاص يعني وهم يستحقوها وإن شاء الله لا وكابتن حسام دلوقتي مسك الألم معملي يقرأ في العقد تس أفراكي 25 كس عالم سعود منذور المجموعات يعني 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 ما هي برضو عشان برضو نبقى يعني بنقول بالعدل يعني ومنصفين يعني إنه الكابتن حسام حسام وكابتن إبراهيم حلم ليهم إنهم يمسكوا منتخب مصر وحققوا الحلم ده بس المسئولية كبيرة جداً جداً ففي المقابل وأنت بتقول لهم مبروك بتقول لهم الله يكون فعنكم لا وإحنا بظهرهم طبعاً وكل الشعب المصري مساند لكابتن حسام وكابتن إبراهيم والمنتخب مصر إزام قال كابتن عمر الدسوقي إن ده منتخب مصر صح مين أي حد هيمسك المنتخب إحنا هنسانده مبالك أما يكون حسام وإبراهيم لأ طبعاً حقهم وفي التوقيت ده هو المناسبين لمنتخب مصر وهنساندهم وبرضه عمر زي ما قال كده هننتقد وقت الانتقاد هنحل الوقت التحليل كل حاجة في وقتها إنما في الآخر إحنا بنساند منتخب مصر ومنساند كابتن حسام وكابتن إبراهيم في الفترة القادمة وإن شاء الله نبرك لهم على كثير من الإنجزات زي ما عملوها وهم لعيبة يعملوها وهم مدربين مع منتخب مصر ترجمة نانسي قنقر